أعجل الجيش من صاحب البيت قلت ره هاي مخزن ما هي سكني ولا بقول لا هاي سكني فات الجندي يعني فتش البيت فات لكي أختي وولدتها وكانت عندها مرت أخوي كاعدات بدفين في ملفوف مثلا بتطبخ تسوي غدا ولا بقول شو يا سلام هذا في تلفزيون في غاز في مرة كاعدة بتطبخ في فراش هاي مانو مخزن أفتر إنه جوز أختي ردي بيع الباز الكونتينر تبعه وردين كل على بيت دجل أنا اسمي لينا جودة حامد أخوتي كلهم في بيت دجل طبعا أخوتي سبعة المتجوزين ستة كلهم ساكنين بيت دجل إحنا موجودين طبعا بالفروش بدهم يضطروا يطلعوا على بيت دجل يسكنوا وطبعا يوم يوم صير ينزل على مزرعته ويروع على شغله لو إنه في مسكن هنا بيسمحوا للبنى طبعا الإبن ما بيقدر يتهجر أما يوم كانت أختي موجودة لو طلعت من الصبح للمغرب ألك فيه بديل إنه يساعدوا في البيت مثلاً تطبخ تجري تغسل مثلاً تشتف الدار أي إشي تشتاولوا كانت هي بدالة يعني وهذا الإشي برضو على كل النساء وكل الإمميات مثلاً اللي بتركها ابنها أو بنتها أمي أنا مثلاً من هالساعة زيها تعبوا يرحق عليها مثلاً عندها مزرعة عندها غنم بيت ولاد فبدأت تتحمل مسؤولية كلها كلها إسرائيل بتعمل على تشتيت للعيلة بدها تبعد الإبن عن أمه يعني أحسن هسا بيدي جاني دبروا عليه يومين أو ثلاثة بزهك أما أنا منطقة من القرية اللي تربيت فيها وعشت فيها يعني من اليوم ما ولدت وأنا فيها عائشة طبعاً راحة نفسية يعني الواحد بلف بلفوا اللي برجع بيقول يا الله محسن ريحتي بلادي اللي عشت فيها وتربيت فيها ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة